اشتركوا في القناة بسم الله نبدأ ومنذ لحظات اعلنتها اللجنة عن شوطنا الثاني عجر ولا العدي عجر الذي خصص لالبكار الذي خصص المفاجهات الذي خصص العناوين الجميلة والاداء المميز نتمنى دائما التوفيق والناموس يا لخوة المشاركين هنا من ارضية هذا الميدان الاسامي والله كثيرا والشعارات الخطيرة والاداء اجمل واجمل هنا من هذه الشعارات ومن ابناء القبال في هذه الرياضة في هذا العرس التراثي في هذا الموروث الذي دائما باحث عن الجديد والجديد ما شاء الله افراح ونحن دائما بقيادة رئيس الدولة واخوان عكام الامارات في افراح ومشاير خير الله سعيد من عبدالله بمحمد الهلي من يدفع بافراح من يرحل بعلم الناموس مع افراح النقل على المركز الثاني اللي في المركز الثاني اللي في المركز الثاني ما شاء الله هناك من الجانب الثاني اللي هي مراسيل ولا وحش نبارك من دقات بن محمد العامري وفي المركز الثالث جبارة نايع بن محمد ابن وصو في المركز الرابح من راجع خنيفة بن عبيد بن خنيفة الحميري الحميري وفي خامس المراكز اللي في المركز الخامس هناك تأتينا الشحينية على المركز الخامس صالم بن جابر بن بن مصرح الاحبابي بينما اللي في المركز الساد سرابة سعيد بن علي بن دلوان اللي اجتبه يالله ابو محمد مغلتنا على المركز الثامن اللي في المركز الثامن اللي في المركز الثامن ولا السابع بنقول سابع سابع ما شاء الله اللي حدث ايها الاخوة والا الطليلية للسيد عبدالله بن خالد محمد بن حارب مهيري ثامن المراكز كاشئون براشد بن محمد الاشهبي المركز التاسع المركز التاسع ما شاء الله تبارك الرحمن سلامة محمد وعمر بن حمودي الاشهبي وفي المركز العاشر هناك من الجانب الثاني اللي هي اللي هي اللي هي الضبي للسيد عبدالله بن مطر محمد بن رفيع ها هي النتيجة هكذا كانت النتيجة هكذا كانت النتيجة اين الاحداث ايها الاخوة هناك عن دلي في المركز الاول ما شاء الله يا بالهلي هناك مع افراح في المركز الاول في اسامي لان نحن دخولها هنا في عالم النداء والكيلو الاخير ايها الاخوة بدأنا نقترب مع الكيلو السعيد بن عبدالله بن محمد بالهلي هو من فرحا مع افراح هو من مبتسما مع افراح المركز ثاني بالراقة خليفة بن عبيد والخليفة الحميل ثالث المواكس هناك سرابة كاشون بالراجد محمد الاشيبي وفي المركز الرابع وصل شعار بن دلوان وصل شعار الحد سعيد الله سعيد بن دلوان ولكن الله خلوني 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 هنا مع الطيار الطيار وصلت الطيار الطيار وصلت الطيار سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي يلا يا خليل خلك نقطة مع نقطة كيلو مع كيلو متر مع متر مع هذه اللحوات الأخيرة المركز الرابع ما شاء الله اللي في المركز الرابع بقول شعار من على رابع المراكز أيها الاخوة اعناك اللي هي اللي هي شهنية سعيد بن سيف بن علي بن راجل من سويلب هكذا هي النتيجة أيها الاخوة للمراكز ذعناها عليكم ملوه تمام توه بدى الشوط وتوه بدى يرحل توه بدى الشوط أيها الاخوة توه بدى الشوط توه بدى رقم واحد ينادي اللحوات واشاء الله الطيار في المركز الاول سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي وصلت شعار بن سويلب عضاء الشاني سعيد بن سيف بن علي بن راشد بن سويلب هكذا هي النتيجة هكذا كانت النتيجة أيها الاخوة للمراكز ذعناها مع الميتين المتر الاخيرة توا بدى المسلسل سلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تهانينة والنموس لك يا ابو محمد على النقطة الخامسة وما ذاقت الهزيمة لن تعرف تعقم الهزيمة تعشق الرقم واحد وهي بنت رقم واحد امركز ثاني شعار سعيد مسيف مسؤول امركز ثاني خالب المضرم العنوان المركز الرابع يهون اخو الفايزة نابت من سلطان بن علي بن رشين وفي المركز الخامس شعار كاشون بن راشد بن محمد الاشتبي ما شاء الله شكرا شكرا يا ابو محمد شكرا يا تار شكرا رقم واحد شكرا يا ايها والاخوة الكوكب هالجميلة التي تعشق على الشعار الشطرنجي اربع دقائق تسعة وثلاثين ثانية بالوفاء وتهانينة لسعيد بن محمد وخلفان بالحزيم بمناسبة فوز اطيار ايها والاخوة من يوم ما شدوها ماذا قطع من الهزيمة تهانينة والنموس